قام الناس بتربية الكلاب العاملة عبر التاريخ للمساعدة في الصيد والزراعة والرعي وغيرها من الوظائف الصعبة هذه الكلاب هي سلالات قوية وقوية مع الذكاء والقدرة على التحمل لإنجاز المهمة يتم اختيار العديد من الكلاب القوية للعمل جنبا إلى جنب مع الناس مثل كلاب الشرطة والجيش أو الحراس أو كلاب البحث والإنقاذ أو الرعي أو الصيد اليوم في هذا الفيديو وسوف نناقش حول أعلى سبع سلالات الكلاب أقوى على الأرض رقم واحد باندوغ الباندوغ هو سلالة عاملة قديمة وكان نشطا خلال 1600 و1800 كان كلبا كبيرا وقويا تم تقييده بالسلاسل خلال النهار ومجانيا في المساء على الرغم من أن باندوغ لديه محرك فريسة عالية بل هو خيار جيد للعائلات التي لديها أطفال مع قوة لدغة 730 رطل بوسة مربعة وبناء قوي باندوغ هو حيوان وحشي إذا لم يتم تدريبه بشكل مناسب سلالة الكلب باندوغ هو خليط بين بلدغ والدرواس وقوية شجاع ومخلص للغاية رقم اثنان الفتوة كوتا الفتوة كوتا عملاق لكنها بعيدة عن أن تكون لطيفة يعرف أيضا باسم باكستان أو الهند أو ألانجو أو كلب الدرواس السندي الوحش من الشرق عدواني بشكل طبيعي وقوي بشكل استثنائي هذا الكلب العامل يتطلب التعامل مع الخبراء وليس مناسبا لأي شخص فقط قد لا يقصدون إيذاء أي شخص فقد يكونون ودودين قدر الإمكان أثناء اللعب ولكن لا يزال سبعون كجم من الكلاب قوة لا يستهان بها رقم ثلاثة روتولر مثل العديد من سلالات الكلاب تم تربية روتولرز في البداية لرعي الحيوانات الكبيرة وسحب العربات والعمل ككلاب أمنية للقيام بعملهم كان عليهم أن يكونوا كبيرين وقويين للغاية اليوم روتولرز لا تزال تميل إلى دفع الكائنات والحيوانات الأخرى والناس قوة لدغة روتولر هو شيء للتسكع معه في 328 جنيه لكل بوسط مربعة رطل وهو أعلى من المتوسط لكلبي رقم أربعة الراعي القوقازي الراعي المعروف أيضا باسم أوفيتشارك القوقازية وكلب الدب الروسي هو من بين أكبر وأقوى الكلاب تعتبر شجاعة وقوية الإرادة فهي قوية للغاية وتنشأ من جبال القوقاز حيث كانت تستخدم لحماية الماشية من الذئاب والدببة رقم خمسة دوك دي بوردو دوك دي بوردو هو وصي قوي للغاية من نوع الدرواس يمكن للذكور الذهاب 27 بوسط عالية و110 جنيه المعطف القصير اللافت للنظر هو تزلف غني بالألوان يتميز الرأس الضخم بفك سفلي يشبه البلدغة عيون معبرة وجبين مجعد بعمق ومن المعروف أن دوك دي بوردو أيضا باسم الدرواس الفرنسية وغالبا ما تسمى دوك لفترة قصيرة من قبل العديد من ماربو الحيوانات وقد استخدمت هذه السلالة القديمة للصيد وحراسة الناس والممتلكات وكلب القتال رقم 6 بريسا كاناريو يتمتع بيرو دي بريسا كاناريو بمظهر هادئ وتعبير يقظ وهو مناسب بشكل خاص للحراسة ويستخدم تقليديا لرعي الماشية مولوسيويت كبير الحجم إلى حد ما مع ملف تعريف مستقيم وقناع أسود بيرو دي بريسا كاناريو قوي ومتناسب بشكل جيد إنه كلب قوي حنون ومخلص للغاية لعائلته هذه السلالة كبيرة الحجم نادرة في الولايات المتحدة لكن أولئك الذين يمتلكون بريسا كاناريو يشهدون على أنه لا يوجد كلب أكثر حبا وتكريسا رقم 7 الدرواس الإنجليزية الدرواس ضخمة وقوية وعضلية الرأس ثقيل ومربع مع كمامة قصيرة وتدل الألغاد وقناع أسود حول العينين والأنفي وغالبا ما تعمل كلاب الحرب أو الأوصياء أرسل الغزاة الرومانة في إنجلترا كلب الدرواس الإنجليزي لتنافس في ساحات روم القديمة حيث كان الكلب يحرد ضد الدببة والأسود والنمور والثيران والكلاب الأخرى والمصارعين البشريين ترجمة نانسي قنقر